لا تنسوش تعملوا اشتراك في القناة تعتلي الأولانية عشان قرب تتوصل لمليون مشترك يا رب كل اللي يعمل اشتراك في القناة يا ربي يا ربي ودخل الجنة دي الحلقة الثانية والثالثة من مسلسل آني وزن إي الموسم الأول لازم تشوفوا الحق الأول عشان تفهموا الأحداث ماشية ازاي ماسيو واقف في المحطة متضايق على آن وآن نزلت من القطر وواحد قابلها وقال لها تعالي عشان اروحك البيت بس هي خافت منه وجريت وطالع عندها حق فعلا لأنه شاف ولدين وقال لهم نفس الكلام وماشيو راح استابل للخيل عشان ياخد حصان نشيط يلحق بي آن الراجل في الاستابل رفض يدي له حصان ماشيو ساب معاه بيل عشان كان تعبين وشاف واحد اسمه سام ركب عربية بتجرها على الأحصنة ناد عليه وسأله انت رايح عند السفينة سام قال له ايوه ماشيو طلب منه ياخده معاه ضروري آن ركبت السفينة وبعد ما قعدت فضلت تفتكر اللي حصل وماريلا قعدة في قضة آن وزعلانة على شنها وآن وصلت الملجأ وقبل ما تدخل افتكرت ازاي البنات هناك كانوا بيعملوها وحش وماريلا خدت العربية بالحصان وخرجت وهي مستعجلة راتشل وقفتها بسرعة وقالت لها ان توماس خرج من الفجر عشان يدور على ماسيو آن بس ماريلا كانت عاوزة تخرج برضه وراتشل قالت لها ان توماس مشي من بدري وطمنتها انهم هيرجعوا بالسلامة وقالت لها ان الحاجة الوحيدة اللي قدروا يعملوها دلوقتي هي انهم يستنوا وبس وماريلا دخلت معاها البيت بس قعدة قلقانة قان قعدة برة في حضيكة الملجأ وما دخلتش شافت ايفري اللي بيجيب اللبن للملجأ وراحت سلمت عليه وكان مستعرب لانه ما يعرفهاش وقالت له ان المديرة عاوزة يوصلها لمحطة القطر ضروري ايفري اعتذر لها لانه عنده شغل كتير يوصله بس هي أصر وقالت له هي اه معهاش فلوس بس ممكن تساعده ايفري اعتذر يوافق من كتر زنه بس قال لها ان مشاويره هتاخد ست ساعات وهي وفقت واخيرا ماسيو وصل عند السفينة وبص في ساعته شوية وقرر يباعها عشان يجيب فلوس المواصلات الرجل استغل الفرصة وفدل يبيع ويشتري فيه عشان ينزل من قيمتها وينزل من تمنها رغم ان ماسيو قال له ان وارسها عن عيلته ماسيو شاف بنته شبهان من بعيد وجاري عشان يشوفها وكان بيعد الطريق وهو مش شايف قدامه ومش مركز خالص لحد ما عربية خبطته ووقع والناس كلها تلمت عليه اهن لسه ركب العربية مع ايفري وطبعا بتحكي له حكاياتها الغريبة والاغرب انه مصدقها وساعدته كتير في توزيع اللبن على البيوت ايفري عزمها على كيه كانت مراته عاملاه ماسيو فاق وكانت راسه متعورة بس صمم يركب السفينة وماريلا بتحاول تشغل نفسها بالمطبخ والتنظيف بس برضو تعبت من الانتظار ماسيو فضل طول الليل يخبط على باب الملجأ ومحدش فتح له والصبح عاملة من الملجأ شافته نايم على باب الملجأ وافتقرته شحات بس هو طلب منها انه يقابل المديرة العاملة قايت له انها نايمة ماسيو قال لها دي مسألة حياة او موت العاملة دخلته وقايت له هشوف هارف صحي المديرة ولا لا وسألته انت كنت نايم هنا طول الليل ماريلا عملت اكله وراحت قدت لجيري اللي بيشتغل عندهم مديرة الملجأ صحيت وقابلت ماسيو وقال لها انه عاوز يرجع قان البيت بس هي قالت له انها ما جاتش وهو مصدوم وقاعد يوصف لها شكل قان قالت له انا عارفة شكلها كويس وثابت وطلعت تكمل نموها وهي متضايقة نصحها عشان حاجة هيفة زي كده ماسيو خرج من الملجأ وهو خارج خبط في ايفري ايفري قال له هو انت النهاردة وبنت صغيرة مبارح ماسيو اول ما سامع كلمة بنت صغيرة اتصمر في مكانه قام بتحاول تقول شعر للناس في المحطة عشان تكمل تمن تذكرة القطر والناس كتير كسافتها وكانت زعلانة بس اصممت تكمل وفجأة لقيت ماسيو بينادي عليها اول ما شافها قال لها الحمد لله اني لقيتك قايت له طبعا السيدة ماريلا لقيت البروش لاني مش حرامية وقايت له سيبني انا عندي شغلة عشان اكمل تمن التذكرة قال لها انا جاي عشان اخدك البيت قايت له ليه عشان كل ما تحب تماشيني تتردني انا خلاص ما بقتش محتاجة عيلة بس فجأة رجعت حضنته وقاعدت تعاية ورجع هما الاتين رجبين على الحصان وماريلا قاعدة بتعاية في البيت واول ما سمعت صوت بيل جريت تبص عليهم واول ما شافتهم زعاقت لمسيو قايت له ايه اللي اخرك كده ومسيو اعتظلها وهيعينها ما تشالتش من علاقين ان سلمت عليها وماريلا كلمتها ببرود ودي طبعا طبيعة شخصية ماريلا انها مش بتحب تعبر عن مشاعرها ان ساعدتها في تجهيز السفرة وقاعدوا على الاكل ومحدش بيتكلم خالص وماريلا بتتعامل كأن مفيش حاجة حصل ماسيو قال لهم انا هنزل هتمشى في حقل البطاطة النهاردة وبرضو ما حدش بيرد ماسيو كورر يتكلم في حاجة تانية وقال لها ان جري هيبعت الحددة عشان يعمل حدوة للحصان وماريلا قطعت وقايت له هجهز دل عشان وماسيو بيبص الان وحاسس انها متضايقة بس ماسكة نفسها وان بعد الاكل رحت تتكلم مع بيل وقالت له ان اكتر حاجة وجعتها في الرحلة دي انها شافت الملجأ تاني وكانت بتعيط جري دخل وقال لها انتي جيتي انا قايت له انت ازاي تسمع كلامي مع بيل قال لها وانا ايه لا يهمني في كلامك مع حصان قال لها انا عاوز قهوة وهيروح يطلبها من البيت ان شافت طبق الاكل اللي ماريلا جابته قالت له ايه الطبق ده كده هيقولوا عليك حرامي جري قال لها لا 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 السيدة ماريلا هي اللي جابته مبارح وكان شكلها سرحان ومش مركزة وقال لها انا مستغرب ايه اللي مخلي الناس دي زعلان عشانك قوي كده انا رحت لديانا وحكت لها على اللي حصل وديانا كانت مبسوطة قوي ان ان رجعت انا قالت لها تقريبا انت الوحيدة اللي فرحانة برجوعي لان السيدة ماريلا ولا فرق معها اصلا ان رجعت ديانا قالت لها ازاي دي السيدة ريتشل قالت لأمي ان السيدة ماريلا كانت هتتجنن عليكي لدرجة ان السيدة ريتشل كانت خايفة عليها ليحصل لها حاجة انا ما كانتش مستوعبة اللي بتسمعه رواحت البيت لقيت ماريلا غصيت لها دمها وشافتها بتنشيرهم وهي مبسوطة انا فرحت لما شافتها مهتمة بيها انا رحت معهم حضيقة الكل متجمع هناك وسمعت من ريتشل قد ايه ماريلا كانت قلقانا عليها وراحت تتمشى شوية سمعت كل الناس بيقولوا عليها انها بنت من الملجأ وكلام كتير وحش والطريقة على رون شعرها وتصدمت وجريت قاعدت لوحدها ماريلا شافتها وراحت لها ولقيتها بتعيط انا قلت لها وهي بتعيط انت ليه بعدت تجيبيني انا كنت كويسة لوحدي انت نفسك مش عاوزيني يبقى ليه ماريلا قلت لها لأ طبعا احنا عاوزيني ان قلت لها مهو باين بصراحة ماريلا قلت لها انا اسف ممكن تسمحيني وقلت لها كل اللي حصل ده بسببي واستغربت قصة انك رجعت تاني ان هديت شوية وقعدت جنب ماريلا وتصلحوا فعلا وعلاقتهم ببعض بقت احسن ماريلا طلبت من ان انها تنديها باسمها من غير القاب ماريلا ومسيو طلبوا من ان تيمدي على ورق تسجيلها باسمهم ان كانت مبسوطة قوي وقلت لهم المفروض نحتفل بالمناسبة دي ووافقوا وكانوا مبسوطين جدا ماريلا قلت لها يلا بقى ام دي وان كانت متحمسة جدا وماريلا حاول اتهديها وفعلا مضت باسم الحلقة الثالثة ان بتجهز نفسها وماريلا بتستعجلها عشان تروح للمدرسة وهي مبسوطة قوي ومتوترة وقعت اطباق قصرتها ومسيو ساعدها تلمهم وهي اعتذرت لماريلا ماريلا قلت لها لازم تكوني هادية وتبطل تتعصبي عشان تنفعي في المدرسة ان ماشي في الطريق تكلم نفسها بتعمل بروفز زي هتكلم البنات وتتعرف عليهم لما وصلت المدرسة شافت ديانا هناك وساعدتها تتعرف على المدرسة والناس هناك وقالت لها انها طالما بقت من عيلة كاسبرت دي بقى اهلها يوافق ان هم يروح المدرسة مع بعض وشافوا ولدين جايين عشان يتعرفوا على ان ديانا قلت لها ما تكلميش الولاد كلهم رخمين وصرحت شوية وقعت لها معادة جيلبرت ده حساس قوي بس ما جاش النهاردة اصحاب ديانا البنات شافوا ان وقف معاها وراحوا يسلموا عليها في منهم اللي كانت كويسة في كلامها وفي اللي دايقت ان بكلامها بس ديانا دفعت عنها وقعت لهم ان ان ما بقتش يتيمة وخلاصت بنوها بقى عندها عيلة واسرة بس ان قالت لها لا طبعا انا كده كده هفضل يتيمة على طول الولاد رجعوا تاني ودايقوا ان والترياءوا عليها بس هي ما سكتتش وردت عليهم هي والبنات اصحابها قالولها هنا في المدرسة ما تديش فرصة للولاد يعجبوا بيكي ولا يضايقوكي سبك منهم خالص والبنات فيهم واحدة رخمة سألت اين ويا طرى بقى انت رحتي مدارس عادية قبل كده ولا كانوا بيدخلوكي مدارس ايتام انا اتحرجت منها بس ديانا لحقتها وقعت لها يلا بنا عشان اعرفك على باقي المدرسة وبصت للبنت بصك هتعاوز تقولها اتنين ستات رحوا لماريلا واعرفوها بنفسهم بيل واندروس عندهم جمعية بتعلم البنات خياطة وحاجات كتير وقالوا لها طالما بقى عندك بنت لو تحب تنضم لنا تعالي حضار الاجتماع بتاعنا ماريلا كانت وقفة مش مصدقة ان حياتها تغيرت بالشكل ده بسببان وحست انها مبسوطة ومتفاجأة في نفس الوقت ديانا قالت لان انهم وقت الغدى بيتجمعوا كلهم وكل واحدة بتحطة اكلها وبياكلوا مع بعض وقالت لها في قوضة مغزن ممكن ناخد منها اي اكل بس نستأذن الاول وخدتها تفرج على المغزن ولما راحوا شافوا مدرس اسمه فيليبس واقف مع بيرسي اندروس زملتهم في المغزن ان سألتها هم متجوزين ديانا قالت لها لا طبعا ده عجوز وهي لسه تلميذة استاس فيليبس كان بيدارس لهم في الفصل وديانا قالت للفصل كله على اللي شافته استاس فيليبس سأل مودي سؤال معرفش يجاوب ان جاوبت من غير اذن والمدرس كسافها قدام الفصل كله مولا حضرت الغدل ماسيو ومشيت عشان تلحق الاجتماع البنات قعدوا يتغدوا وتكلموا عن بيرسي والاستاس فيليبس وانا حكيت لهم عن بيت السيد هاموند اللي كانت فيه قبل ما تسافر وهم تضايقوا من كلامها وخدوا اكلهم ومشي وقالوا لها انهم عمرهم ما يعودوا يأكلوا مع واحدة زيها وديانا فضلت قعدة وهم نادوا عليها ولما ما قامتش سابوها ومشي ديانا قاعت لها انها لازم تروح لهم يمكن تقدر تصلح اللي حصل ماريلا حضرت الاجتماع وتكلمت كتير مع امهات البنات وحاست انها مبسوطة باللي بيحصل ديانا قالت لان انها تروح معاها لنص الطريق بس وقاعت لها تبطل كلام كتير وتبطل تحكي عن حياتها عشان البنات يحبوها ريتشي راحت تزور ماريلا وما كانش عجبها انها راحت الاجتماع ماريلا قالت لها انها خايفة لما تكونش ام كويسة ماسيو دخل عليهم وما بيتكلمه وريتشيل قالت له انت عاجبك اللي عملته ماريلا قال لها وفيها ايه حاجة عادية كانت جديدة في الاول طبعا مش عاوز اقول لكم عشاكل ريتشيل بعد الكسفة دي لدرجة ان ماريلا الست العقدة كانت بتخبي وشها من الدحت ماريلا قالت لها في فرق كبير بين انك تقولي رأيك وانك تحكمي على حد والكلام شد ما بينهم لحد ما ان دخلت فجأة وقالت لهم انتو ايه سير صداقتكم دي على طول مع بعض وساعتها ريتشيل حست بغلطتها وقالت لماريلا ابقوليلي على معادل الاجتماعي الجاي عشان احب اقول لك رأيي ان دخلت قضيتها عشان تذاكر تاني يوم وهي رايحة المداسة اخو بيرسي دايقها بسبب الكلام اللي تقال على اخته لو لظهور جيلبرت فجأة وخده معايا عشان يسيب ان وجيلبرت حاول يتكلم مع ان بس هي ما ردتش عليه خالص لحد ما وصلوا الفصل اعتذرت له وديانا شافتهم بيتكلموا وديت البنات كلهم راحوا لها وقالوا لها مالكيش دعوة بجيلبرت وقالوا لها ان روبي معجبة بي جيلبرت قال لولاده انه معجب بان مهما كانت ظروفها ام بيرسي قابلت ماريلا وقالت لها انت اكيد هتبقي مشغولة او مش هتقدر تحتارك تماعنا تاني صح قبل ما ماريلا ترد ام بيرسي قات لها ويا ريت اقعادي بنتك تتعلم في البيت احسن ماريلا تصدمت وما ردتش المدرس دخل وطلب من ديانا تقرأ وبعدها ان ان قارت الدرس كأنها بتقرأ شعر والكل التاريق عليها بس جيلبرت عجبوا طريقتها وديانا شجعتها جيلبرت حاول يتكلم مع ان بس هي صدته وكل البنات كانوا بيتفرجوا عليهم من الشباك ان قالت له ما تتكلمش معايا تاني ماسيو راح لريتشل وتكلم معاها في موضوع عين وكان متضيق انها في السن ده وعارف حاجات ما يصحش تعرفها ماريلا قاعدت تفكر في اللي حصل وفجأة قامت وراحت لمدام اندروز وحاولت تعتذر لها بس مدام اندروز رفضت تعتذرها وقالت لها انت زي تجيب الزبالة دي هنا ماريلا قاعدت لها حتى لو عين غلطت هتتحاسب لكن مش من حق اكتحاس بيها على ظروفها ابدا جيلبرت حاول يتكلم مع ان في الفصل بس هي طرابته باللوح بتاعها اللي بتكتب عليه والمدرس جابها وزنبها على الصبورة جيلبرت قال له انا السبب انا اللي دايقتها بس المدرس ما اقتنعش بكلامه ودايق ان بالكلام اند ثبت الفصل وخرجت والمدرس بينادي عليها ما ردتش عليه وفضلت تجري لحد ما وصلت البيت وراحت حضنت ماريلا وقاعدت لها انها مش هتروح المدرسة تاني وماريلا قاعدت لها انا عارف انهم حكموا عليكي بكل القصوى وبكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة التالتة لسه في تكملة استنوها ما تيسوش تعملوا اشتراك في القناة بتاعت الاولانية والقناة دي وبفولوا الاكاونت بتاعي على الاستجرام يا ربي يكون في فيديو مرة دي عجبكم السلام عليكم اشتركوا في القناة